جزى الله الإخوة المتحدثين من قبل على ما أجادوا وأفادوا ووضحوا وبينوا هذا الكلام الجميل الممتع الذي يشرح صدر الموحدين السلفيين وكل من جلس واستمع وقبل هذا الكلام نحسبه من السلفيين وبحول الله وقوته أقف مع آية من كتاب الله عز وجل عسى الله عز وجل أن يرفعنا في الدنيا والآخرة وأن يجندمنا الفتن وطرق الضلال يقول ربنا جل جلاله وعظم سلطانه يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد هذه الآيات من سورة آل عمران وهذا من مشاهد يوم القيامة حتى لا تندم يا عبد الله في ذلك اليوم وتأكل أطراف أصابعك من شدة الندم والله أجد ما في رجعة تاني عشان كده الحلقات دي هنا صاح الكلام فيها قد يكون يعني بشدة على أهل البدع وهذا من الممدحة أو يعني من قبل إخواننا لكي يعي الشعب السوداني خطر المتصوفة الصوفية ناسبوك الشيخ وخطر الإخوان المسلمين أدباع حسن البن وصيد قطب وخطر الشيعة أعداء الله وأعداء رسوله صلى الله عليه وسلم وغيرهم من أهل البدع والضلال فربنا بيقول في هذه الآية يوم تجد كل نفس أي نفس كل النفس يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرها أي حاجة عملت من خير وأعظم الخير التوحيد أعظم خير الإنسان يعمل يوحد الله ويدعو إلى التوحيد وكذلك يثبت على التوحيد والله إذا أعظم خير وفي تعليق بسيط كده واحد قبل قال له إنتو يهود جابه جاي قال له مش لو بدله بشنت كده دا قلو نص زي ابو الزنبور تقول ما ناوي خش الحمام قريب قال إنتو يهود يا أخي نحن يهود واللجمعتك الفاتو هناك قبل أيام الناس يكون لا شاهدوا عارفة محمد المنتصر اللي زيري والدى الكباشي والدى البرعي وما عارف ودى الفتح قريب الله كلهم هناك في حضن أوباما كلهم جوا قاعدين هناك الجريدة كأن موجودة إن شاء الله الحلقة الجاية نجيبه ونوريك أن هؤلاء هم الذين ينشرون هذه الأفكار أفكار اليهود وتعبيد الخلق لغير الله الكتاب المقدس قاعد نوريك أفكار اليهود والله الانجيل قاعد أصو قاعدين أصو شفت تكوارك تتلكلك طواري نطلع لك الكتاب ما عندنا لك أي حاج شاكدها خير تتوب من المحظة تجدع أبوك السياخة البورعي أجدع برة أبوك المكاشف أجدع برة الركاني أجدع برة سيد قطب أجدع برة غير من أئمة الضلال واتبع النبي عليه الصلاة والسلام ده الدين وده ده ما بتبرع منك لو اتبعت النبي عليه الصلاة والسلام يوم القيامة ما بتبرع منك لكن تتبع المرعي بتبرع منك تتبع سيد قطب بتبرع منك تتبع المكاشف بتبرع منك قل لها الدليل شنوه ربنا قال في القرآن وَمِنَ النَّاسِ مَيَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا الجماعة الفوق السادات أبوك بقفطان يجيبو لك بقفطان الأخضر في غنات النيل الأزرق وبطرحة حمراء حمد المنتصر لزاري عامل فيها مفتي الثقلين الجن والإيس يقول لك هذا الأمر جائز وأليما ما اختلفه أليما ما اختلفه الاختلف موخك ونافوخك الملان وسخ وملان محايات وملان حجبات وملان يعني بيضعوا ضلالات فربنا قال في هذه الآيات يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة أي خير تعمل ربنا بيسجلوا لك ربنا يقول فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى أي حاجة أي شيء تعمل ربنا يتكلم عن المجرمين أي زوال مجرم عنده عقيدة في البره عنده عقيدة في وركان في غيره في غيره يوم القيامة لما يطلع له كتابه يقول يا ليتني لم أوت كتابه ولم أدر ما حسابيه هناك في صورة الكهف يقول وقالوا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضراء ولا يظلم ربك أحدا الحوليات مكتوبة الفتمتوم مكتوبة أبوك السيخ ناديته مكتوبة طفت في القبة مكتوبة قلت يا رجال العلفون الأسرح من التلفون مكتوبة ده كله تلقى ومسجل عشان كده بيتمنى الرجعة بيتمنى الرجعة للدنيا قال ربي ربي يرجعون يرجعون الدنيا هنا دار يرجع هنا في الحلقة دي كلمناك قلنا لك أبوك السيخ ما عنده لك حاجة أبوك السيخ ما عنده حاجة والقيامة بيقوم عريان ما في رقبته خيط ما في تتاري منه حاجة تعني وقل لك في رقب عريان خيط ما عنده تقول لك بنجينا قال وكن يا مريدي ده بتعال المرغنية وبتعال الختمية داري ورطك زي ما قاعد في الدنيا الحريص ما بتتغشها برضو في الدنيا ما تتغشها نحذر المسلمين كافة من المرغنية والختمية والبرهانية والقادرية والسمانية والتيانية كل هذه طرق إبليسية داري ورطك قال لك قال وكن يا مريدي حافظا لعهودنا أكو حاضر الميزاني يوم الوقيعة أنا لمريدي حافظ ما يخافه وأنجيه من شر الأمور دا قال كمان برضو بتعال قال قال يحضر مريد عبد الرحيم الزريبة في كتابه رياض الجنة نرد جنة قال لك سلام مني قال يحضر مريد في النزع والقبير للحج يلقل بأحسن التعبير في جنان الخلدي شاهد مولاه الكبير له سلم يا ولد أهو دا القلبة البيت ولد بتحالا ومولد ما بتقليبه بتحالا ومولد قاعد تأكل الصنم التمسال بتحالا ومولد الصنم في المولد دا ما بيقلبه يقلب له بيت ربنا خلقه يتشغال معارض يعني وربنا جاب بيت تقليبه ولد كافي عنه ولو كان في واحد خاطبة يقبلوا ييني عنه يا ناس دا دين الصوفية شان ما تتخذع الصوفية ما عندها أي علاقة مع الإسلام الصحيح والله يجد شان كده ربنا قال ليك من المحل دا في الدنيا قال ليك عمل حسابك ما تتبع رؤوسة ضلال وما تتبع أصحاب الطرق ربنا قال وأن هذا صراطي مستقليما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل السبل دي هالطرق دي بس يفتت السبل دي أي طريقة سبيل أي طريقة أو أنت طريقة أنني أبكى فيك أسهلكم بالله يا ناس أنني عندوا طريقة ولا ما عندوا طريقة الكتابة السنة تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعد أبدا كتاب الله وسنتي بيسوي لك قادرية وتجانية وختمية له ويوم الخيامة برضو تاني بتتورط ربنا قال ويوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول بيقولوا يا الله يا ناد نحن لو في الدنيا أطعنا الله وأطعنا الرسول طوال اعترفوا بالذنب قالوا ربنا وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيل ربنا آتهم ضعفين من العذاب ولعنهم لعنا كبيرة أو فيقراء لعنا كثيرة فده الحاصل شكرا كده مات أحيانا ما تتورط ربنا قال يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أبدا بعيدا تمني تتمنى لو أن الشيء في الدنيا كان من الذنوب والآثاب والعقائد الخاربانة لو ما كان اعتنقوا وما كان اعتقدوا وما كان سار عليهم ولا كان دافع عنه يتبرأ يوم القيامة كل من طريق كل زعيم من أدبائه والله يتأيز يتبرأ أمك وأبوك يفر منك يا زول يقول لي يقول لي أبونا الشيخ بنجينا وأبونا الشيخ قاعد ونحن ما دام أبونا الشيخ ده قاعد ما بتجينا عوجه قال لي أكمنه والله يتطورت وارتعوا وارتعوا لك وتعريفة لذلك لهذا ندعو الناس في هذا المكان والحلقات متجددة ومستمرة في نشر التوحيد وكشف أهل البدع من الصوفية والأخوان المسلمين وجماعة التبليغ وحزب التحرير وغير كافة أهل البدع والضلال ننقضهم بكتاب الله وبسنة النبي عليه الصلاة والسلام لا نتجنى عليهم ونحاكمهم بما سطرت أيديهم وبما كتب شيوخهم وألفوا من قصائد وأشعار فإننا نتقرب إلى الله عز وجل بدعوة الناس إلى التوحيد وبالتحذير من أهل الشرك والبدع والضلال عسى الله أن يهدينا في الدنيا والآخرة إنه جوز كريم وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وصحبه السلام والسلام عليكم